اللي حصل إنه فعلا كان البولتي والبوري تحديدا بيتصدروا. تصدروا الدول العربية. بعض الدول الأوروبية ترفضوا. تخيلوا. وده أنا بقولها شاهد عيان. ترفضوا لما يطلعوا وهو طالع من مصر تقول لك لا ده موصفاته الصحية غلط. فينقل إلى دولة أخرى وهذه الدولة الأخرى تصدروا فيتقبل. يا سلام. قصة يعني. حلقات التسويق نفسها. ودي الرئيس أظن نتكلم عنها بنفسه في 2019. حلقات التسويق كثير. يعني صياد يدي التاجر جملة. التاجر الجملة يعرض في البورصة. البورصة الوحدة بتاخد 5% دلالة بالقانون. البورصة تدي لموزعين. الموزع يدي التاجر قطاعي لقطاعي. السعر بيزين. 3 من 10 جنب أبقى 40 جنيه. حاجاتك. لفتة 10 جنب أبقى 40 جنيه. صحيح. لذا كسب. المنتج مكسبش. والمستهلك مكسبش. الناس اللي في النص كسبوا كثير قوي. ما زال القاتل المسلح الحقيقة. بالتصميم وبتعديلات النظام التسويق. ابتدنا نختصر قوي المسافة دي. من المنتج لمستهلك. من المنتج لموزع لمستهلك. لذا ما ينفعش من المنتج لمستهلك. على طول الانتاج ضخم جدا. لازم موزع في النص. بس الموزع ده. زي اللي احنا بنعمله مثلا. ابتدنا يعني مثلا. فكرة العرض في المنافذ. ده دلوقتي منافذ في كل حتة. لأيها العربيات المتوقلة كمانا. لكن غاليون تحديدا. ما تعرضش في منافذ. تكلفة الرأسية. بس غاليون لسه مش منتشرة بالشكل. اللي احنا كنا متوقعينه يعني. مش بشوفها في السوق كتير. بشوف المجمد لسه مش منتشر قوي. لكن الطازج مهتزك. ده ما عليهوش ماركة. بس ده دوره ايه. إنه بينزل معروض في السوق. فما ينفعش التجري يرفع السعر. يعني اليوم بتعمل كذا طن يوميا. أعتقد دي سياسة الدولة في فترة اللي فاتحة. على فكرة حتى في الخضار والفاكهة. بالضبط. عشان كده سعر الخضار والفاكهة غالبا. ما بتقمج مستقرة. لأن الدولة بتروح منزلة كميات كبيرة. ولو جدع زود. أنت بقى في السعر. هو أنت زودت المعروض. خلاص. كله يهدى وكله يقل. نظرية اقتصادية معروفة. نظرية اقتصادية بقاليات السوق. وما فيش إكبار. ما فيش إكبار. ما فيش عافية فيها. في فكرة المنافس حتى وننقشها. المنفذ مكلف. المنفذ مكلف جدا. يعني منفذ فتحه. عشان الناس تدخلوا. طبعا جاءت أزمة كورونا. بقت المنافس نفسها مش اقتصادية. يبتدينا نعمل بيع أونلاين. في المجمدات فقط. مش في الطازق. البيع أونلاين ده تطور. لأنه بقينا نخلق أعمال. خلق أعمال. مش وظف ناس عندي. في سيدات بيوت وناس بتشتغل من بيتها. عندها دي فريزر. بتيجي تاخد 20 و 30 كيلو بسعر جملة. وهي أونلاين بتباعهم. بتكسب فيهم. طبعا. في ناس بتاخد منها عندي 20 و 30 كيلو بسعر جملة. وتطبخ وتورد مطبوخ. بفتح ببان رزق. بتفتح. انت بتخلق وظائف. ودي جزء برضو من تطور حضارتنا. فهمنا. أغلب اللي بعملوا معي الحاجات دي. شباب صغيرين. مش الشباب صغيرين. حكاية التوصيل للدليفري. شباب جميعيين. حلو جدا. اللي معها عجلة والموتسكل وشغال. اللي معها عجلة والموتسكل واللي عجلة. وبيشتغل وبيجروا. بيرقواه آخر النهار جاي بمصروفه. وفوقه شوية. يعني محوش شوية فوقه. خلق وظائف. طبعا. أنا بكلم في جزء التسويق فقط. في جزء التصنيع كمان في خلق وظائف كتير. شباب صغيرين. شباب صغيرين.